لأن أغلب الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات التافة والمضحكة بتكون المنصة بتختارها عشان خاطر المنصة كمان تترفع معاهم في ناس كتير قاعدة في بيوتها مش عارفة أني أنت ممكن تربح وتزود دخلك بطريقة قانونية من الانترنت إزاي؟ إزاي بقى؟ أول حاجة هنمسك منصة منصة أول حاجة من البداية كده دخل الفيسبوك أعلى من دخل اليوتيوب دخل الفيسبوك بيكون بيدفع أكتر من اليوتيوب هو الفيسبوك هو اللي بيدفع للإنسان اللي بيعمل فيديوهات عليه؟ أه طبعا الإنسان اللي بيعمل فيديوهات على المنصة هو اللي بيدفع له عن طريق الإعلانات لأنه الشركات دي 60% من دخلها بتتغذى على الإعلانات اللي موجودة بمحتوى اللي هو الإعلانات التجارية اللي موجودة وفي نفس الوقت الحاجات اللي هي الشركات الكبيرة اللي بتعرض الملفات أو بتعرض الإعلانات المنتجات بتاعتها على المحتوى المايك مفتوح عندي ك24 ساعة على المنصة دي فبالتالي بيسمع كلامنا كله وأقول ما بتفتحي بتلاقي تغسالة للعربيات اللي بتتكلمي عليها ايه ونا تقول ايه ده صدفة ده أنا كنت لسه بتكلم عن عربية لقيت اعلان عربيات بالضبط دي مش صدفة ولا حاجة احنا هنمسك منصة منصة اول حاجة ان احنا نفعل شروط الربحة من اليوتيوب ازاي لا خلينا في الفيسبوك طيب خلينا من الفيسبوك واليوتيوب ايه كان ايه بشكل عام الفيديو اللي هينزل على المنصة اللي انت بتنزل عليها لازم يكون فيديو يشد المتابعة بطريقة صحيحة ازاي احنا هنقول خمس شروط كده ان ازاي هي تنتج محتوى وهم عادين في البيت يعني المحتوى يتنتج ازاي بطريقة صح اول حاجة لازم يكون كلنا عندنا هوية كلنا لازم يكون عندنا هوية او عندنا حاجة انا خليكم تربحوا من ناحيتين من ناحية تجارية ومن ناحية منصة تدفع لك لازم يكون عندك شغف او هوية انت بتنتجها فهي مفيدة تفيد بها الناس الفيديو اللي موجود جوه لازم يكون داير حوالين قصة معينة يعني مثلا خليكم معي الاخر الفيديو اتعرفوا الشروط المعينة في القصة دي ولازم يكون فيه مصدقية تامة لان لو الفيديو معلوهش مصدقية لغاية مات المنصة نفسها بتمسك ان الفيديو ده مزيف او الفيديو ده بيقول كلامه في الاخر المشاهد بيطلع منه وبيعرفوا طلوع المشاهد وقتانه دي فبالتالي الفيديو بيقع لان اللغة مات المنصة نفسها بتمسك الفيديو بترفعه فوق وبينتشر اكتر واكتر تاني حاجة فيه حاجة اسمها thumb nail thumb nail دي اللي هي الصورة اللي بتبقى برا الفيديو قبل التشغيل يعني مثلا اغرب خمس حاجات موجودة مثلا افضل العنوان يعني لا الصورة اللي برا قبل بداية اسمها thumb nail الصورة دي اللي هي وقت تشغيل الفيديو بيطلع لك الصورة الرئيسية الصورة دي لها دور كبير جدا في انتشار الفيديو سواء على الفيسبوك او اليوتيوب او حتى الريلز اللي برا ليه لان المتابع لما يشوف الصورة دي عليها اهتمام اكتر لغراتمات الفيسبوك بتحطها له اول حاجة اللي هي مثلا بتلاقي فجأة كده فيديوهات مقترحة ليكي انت مش بتابع الشخص ده بس بيطلعوا لك في الفيديوهات المقترحة ايوة المفروض تبقى عاملة ازاي عشان تبقى تشد الصورة مثلا لو بتتكلمي عن افضل خمس حاجات من الاعلان او افضل خمس حاجات للتجارة الالكترونية العنوان هيكون كده الناس هيكون عندها شغف تشوف ايه هي الخمس حاجات اللي تخلي تجارة الالكترونية قوية فبالتالي الصورة محدش هيشوف ده التدول افضل نوكت خمس نوكت افضل ليه بقى محدش بيشوف المحتوى التعليمي لان المنصة اصلا مش بتختار الفيديوهات التعليمية تطلع عشان خطر ما بيكونش عليها خدمة صحيحة انا محتوى تعليمي ومحتوى تكنولوجي وفيديوهات ما تشاف الحمد لله وبتطلع لملايين فبالتالي المحتوى التكنولوجي او المحتوى التعليمي بينتشر لو بالطريقة الصحة اللي احنا هنقولها النهاردة الصورة لازم لو انت صرفتي وقت كبير جدا على الفيديو ساعة ساعتين نفس الوقت هتقضيه على الصورة دي ان هي تكون صورة مثلا عليها شكلك وانت عاملة خمس شروط او مثلا صورة متخدمة بالفوتوشوب او ببرنامج تعديل صور بشكل احترافي جدا وتكون واضحة ما تاخدوش صورة من نفس الفيديو ودي اي حد يقدر يعملها وسهلة جدا وفيه برامج بتنتج دك بشكل جاهز فبالتالي الصورة دي لما تكون موجودة الفيديو هيطلع بشكل كبير جدا تالت حاجة وحاجة مهمة جدا الناس بتدار على الارقام بتدار على المشاهدات على طول بتدار على المتابعين على طول وده مش هيجي من اول مرة ده اول حاجة انت هتنزل فيديو هتدخل ناسك واهلك كلهم وهتبدأ تتفاعل معاهم عن ناس اللي عندك فقط ما تستناش خالص ان يدخلك متابعين لان كل ما انت مستني ارقام انت مش هتفيد المتابع انت مستني ارقام وبالتالي منصة مش هتختار ده خالص وبتعرف تحركاتك على الميديا الطريقة الصحيحة ان انت تستمر كل اسبوع فيديوهين على اقل وكل يومين ريلز او مقاطع طويلة اول ما تنزل كده صدقوني وانا اضمن لكم ده من الحلقة بتاعت حضرتك ان هيدخل لكم مشاهدات كبيرة جدا ومتابعين كتير جدا مع الاستمرارية الاستمرارية لها دور كبير قوي في اختيار الفيديوهات وباختيار المتابعين ان هما يدخلوا ده كله فما انت قلت مشكلة انا عشان نازل فيديوهين اسبوعيا صح كده على القلب طب انا كده الناس يعني لازم تبقى موهوبة فعلا عشان طرف تطلع محتوى محترم مرتين في الاسبوع لازم تشتغل عليه بالعكس هما بيطلعوا بقى هوهوي سوي سوي ناولو هو ده بقى الكلام ده حضرتك احنا في عصر السرعة كلام ده كان زمان لازم يحصل كده لازم يكون فيه موهوبة شزة عشان خاطر الناس تتابعها لكن دلوقتي من غير ما تظهري اصلا في الكاميرا ممكن تتكلمي تمسكي منتج معين انا في بداية الفقرة قلت ايه انا خليكوا تربحوا من ناحيتين كمنتج تجاري وكربح من الانترنت لو عندك مثلا فيه ستات بيط كتير قاعدين مش لقين شغل او مثلا مش عارفين يشتغلوا زي وزودوا داخلهم فبالتالي ممكن يشوفوا نفسهم شطرين في ايه يشوفوا الحاجات الترند اللي طلعة وكلوا بيدورت على الطبيخ الأكل الأكل الطبيخ الحاجات دي قدامهم طبق معين عاملين ويقدروا يمسكوا صوتهم ويسوأولوا على الانترنت ويستغلوا فيديوهاتهم دي يبيعوا منتجهم ويربحوا منه وفي نفس الوقت يدخلوا ربح من الانترنت وده اللي هنقولوا الوقت اللي جاي ده فبالتالي الاستمرارية والثامبني للصورة اللي برا وفيديوهين وكل فيديوهين عريضة كل أسبوع عريضة يعني مدتها طويلة؟ لا مش شرط الفيديوهات العريضة حاجة يعني ايه هنبقوا فيديوهات عريضة؟ حلو جدا هنا بقى ناس كتيرة مش فهم الكلام اللي احنا هنقولوا ده الفيديوهات العريضة دلوقتي بقت حاجة قديمة اللي هو نتفرج عليه بالموبايل بالعرض دلوقتي اللي منتشر وبينتشر وبيجيبلك متابعين من جوة من عندك من نفسهم ومن برا وبيعلي السبسكرايب او الفيديوهات بشكل كبير جدا الفيديوهات الطولية اللي هي الفيديوهات اللي هي بالطول الريلز